مطدم عن المرتبات والتتب في الجزائر خلال الأهدى العثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات المرتبات إذا حكمنا على النشاط الثقافي لأي بلد من تثرة التتب والمرتبات التي فيه فإن الجزائر خلال الأهدى العثماني كانت في طالعة البلدان التثيرة التتب والمرتبات وقد شهد على وفرة المرتبات فيها حتى خصوم العثمانيين كالفرنسيين الذين حكموا بأن العثمانيين لم يقدموا أي عمل لتنشيط الحياة الروحية والفطرية في الجزائر وكانت التتب في الجزائر تنتج محليا عن طريق التاليف والنسخ أو تجلب من الخارج والأسيام من الأندلس وميس وإسطنبول والحجاز وتانى هنا تراصيل تابير من المرتبات قبل مجيل العثمانيين فقط تانى تلمسانتما سابط عاصمة علمية مزدهرة بلغت فيها صناعة التتاب تأليفا ونسخا وجمعا درجة عالية وتذايت تانت بيجايا ورسنطينا بل إن إحدى الزوايا في مدينة وهران خلال الألطان التاسع هجري الموافق للطان الخامس عشر ميلادي تانت تضم مجموعة من الكتب العلمية والآلات الجهادية أي أنها تانت تضم مرتبة ومتحفا في نفس الورد فقد روى ابن صعد في النجمة الثابق أن زاوية إبراهيم التازي بوهران تانت تحتوي على الخزائن المملوعة بالكتب العلمية والآلات الجهاد وذكر ابن صعد مؤلف النجمة الثاقب تانى أصحاب الكتب والعلماء يخشون على تلف كتبهم من الغارات الأجنبية فتانوا أول ما يفطرون فيه إذا وطعت غارة وتوقعوها هو تهريب الكتب إلى أمات أخرى وفي كتاب ابحث وأرى في تاريخ الجزائر وقد استنصحه أحد تلامذه في زواوة بتهريب كتبه فنصحه الثعالب بذلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة